بسم الله الرحمن الرحيم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين المهاجر قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً إن الهجرة لم تكن حكماً خاصاً بزمن الرسول صلى الله عليه وآله ولا تقتصر على الهجرة المكانية فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله عن أفضل الإيمان قال الهجرة قيل وما الهجرة قال صلى الله عليه وآله أن تهجر السوء وقيل للنبي صلى الله عليه وآله أي الهجرة أفضل قال من هجر السيئات وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أفضل الإيمان أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وأفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك وقال صلى الله عليه وآله المهاجر من هجر الخطايا والذنوب وقال صلى الله عليه وآله لأم أنس اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقال صلى الله عليه وآله أشرف الهجرة أن تهجر السيئات اللهم وفقنا وجميع المؤمنين لإصلاح أنفسنا وتطهير نفوسنا وتطهير قلوبنا بهجران السيئات ونبذي الموبقات وترك الشهوات والمحرمات والتحلي بالطاعة والعبادة والعمل بالخيرات والصالحات ونسألك القبول كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج الحمد لله من الشيطان الرجيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة